بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله تقويم في مادة التاريخ لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي لدينا النشاط الأول أنقل الجدول على كراسي ثم أصنف المخلفات الأثرية التالية في الخانة المناسبة إذن هنا لدينا أولا في الجدول الآثار المادية لدينا الرسوم والنقوش لدينا الوثائق المكتوبة هنا الآثار المادية يعني أشياء ملموسة إذن لدينا هنا ظريح مصنيسة نقوش سخرية مسكوكات نوميدية وهي النقود جيد لدينا تمثال مدن أثرية أدوات حجرية مخطوطات ولدينا نصوص تاريخية إذن نبدأ دائما بالأسهل لدينا الوثائق المكتوبة لدينا نصوص تاريخية ولدينا أيضا مخطوطات إذن لدينا الرسوم والنقوش لدينا نقوش سخرية الآثار المادية هنا لدينا ظريح مصنيسة لدينا مسكوكات نوميدية تمثال أيضا هنا ملموس لدينا مدن أثرية ولدينا الأدوات الحجرية إذن هذا فيما يخص النشاط الأول إذن لدينا أنقل خط الزمن على كراسي ثم أرتب عليه تواريخ ميلادي أو وفاة الشخصيات التالية وفق تسلسلها الزمن لدينا هنا مجموعة من الشخصيات لدينا هنا تاريخ الميلاد تاكفاري ناس لدينا 24 ميلادي لدينا الأديب أبو ليوس لدينا 125 ميلادي هنا لدينا مجموعة من الشخصيات لدينا تواريخ الميلاد لدينا باطلي موس 40 ميلادي لدينا عيوب الثاني 23 ميلادي القديس أغاستين 354 ميلادي عندما يقول لي دائما أرتب هنا حسب تاريخ الميلاد رتب حسب تاريخ الميلاد هنا ننظر إلى الأعداد لدينا 24, 125, 4, 23, 354 دائما نبدأ من هنا بالعدد الأصغر دائما نبدأ بالعدد الأصغر أين هو العدد الأصغر لدينا 23 ميلادي يوب الثاني ثم لدينا تاكفاري ناس 24 ميلادي بعد 24 لدينا 40 ثم أبوليوس لدينا 125 ميلادي ثم القديس أغاستين لدينا 354 ميلادي إذن هذا فيما يخص النشاط الثاني لدينا الآن النشاط الثالث إذن لدينا أنقل التمرين على كراسي ثم أربط بسهم بين المواقع الأثرية وأماكن تواجدها لدينا عين لحنش موقع تيغ Vaynif ذرح ومسنسا ولدينا ذرح وأم ثغاستن لدينا هنا الأماكن لدينا معسكر لدينا seasonal Rail bad قصنطين ما تعرف عليه التلميذ في الدرس لدينا ذرح ومسنسا في قصنطين لدينا ذرح وأم ثغاستن لدينا عين لحنش في yol定 وموقع تيغانف لدينا في معسكر إذن هذا فيما خص حصة اليوم قدمت لكم تقويم في مادة التاريخ لتلاميذ السنة الثالثة ابتداء هذا التقويم طبعا من كتاب التاريخ صفحة 33 إذن دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته